الحمد لله والسلام على رسول الله كانت أنتوا قفلين عليها الصوت الحمد لله طبعا نحن نشكر الشباب في الميديكس اللي بيذكروني بأيام الجميلة اللي أنا عاشتها في أماكن مختلفة وبعدين بنشكر الدكتورة زليخة اللي ركزت في كلمتها على الثقافة وعلى الفرص اللي احنا مفروض الشباب يحصل عليها أنا سعيد جدا أننا أكون معكم اليوم في مؤتمركم الثاني لمجموعة الشباب الطبية في مدينة اسطنبول والتي تمثل كثير من الثقافات والأعراف المختلفة أنا عندي لكم رسالة واضحة ومهمة جدا تنقسم إلى جزئين الجزء الأول من نحن والجزء الثاني وما هي مسؤوليتنا كشباب وفيما بعد ذلك أطباء إلى آخرة تعريف ما نحن في 12 أو 13 نقطة لابد علينا أن نسمعها جيدا نحن أبناء الإنسانية مواطنون قاريون وعالميون نعيش في أرض الله سبحانه وتعالى نحن لنا تاريخ ثقافة عقيدة فلسفة حياة ووطنا نعيش فيه وننعم بخيراته نحن أباع الرسل صلى الله عليه وسلم والأنبياء أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين والصالحين والمصلحين الراشدين والمرشدين نحن أدباع الديانات السماوية التي أقلها الله سبحانه وتعالى هجا ورشادا لكافة الخلائق في كل زمان وفي كل مكان نحن أصحاب الحقوق المطالبون بالحقوق والمدافعون عن الحقوق حقوق الحياة للأجيال حقوق الحياة للأحياء حقوق الحياة للأموات وحقوق الحياة للأجيال التي لم تولد بعد نحن أصحاب الحقوق المطالبون بالحقوق والمدافعون عن الحقوق حقوق الحياة للأحياء حقوق الحياة للأموات وحقوق الحياة للأجيال التي لم تولد بعد نحن المؤثرون المؤثرون لمسارات الحرية والعدالة الاجتماعية والإخاء والمساواة فالمساواة دايداننا والإخاء سبيلنا والحرية سماؤنا والعدالة الاجتماعية منهجنا نحن من خلقنا الخالق نسعد الخلائق ونقيم للخليقة شرائع تنتهج بنهج الأنبياء والرسل ثم المصلحين نحن أبناء البشرية المستخلفين على كنوز الله في الأرض وفي السماء وهناك كنوز كبيرة في السماء لم يكتشفها الإنسان بعد كما كنا لم نستطيع اكتشاف الكنوز الموجودة في أعماق البحار والمحيطات من قبل نحن من كرمنا الله سبحانه وتعالى بآدميتنا فجعلنا المحافزون على آدمية كافة الخلائق كافة الخلائق جمعاء نحن أقوام لا تنقضي آجالنا بانقضاء أعمارنا فأعمالنا باقية ورسالتنا خالدة هدينا رشيد ومجدنا تليد عزنا رفيع وجلدنا منيع نحن هؤلاء القوم الذين تحسبهم خدماً وهم أسياداً وسادة سيادتهم في خدمتهم وخدمتهم في ريادتهم لكل مجال يتخصصون فيه من التخصص العلمية في مسالك ودروب الحياة نحن المبدعون المنجدون المحاسبون المحاسبون فنعترف بأخطائنا لنقوم وضعنا ونسدد خطونا ونبني حضارة الأجيال حولنا هذا ما نريد أن نكون فنحن هؤلاء هذه الثلاثية الثلاثة عشر نقطة في مجموعة نحن أنتم هؤلاء أنتم هؤلاء أنتم هؤلاء فما هي مسؤوليتنا ومسؤولياتنا مسؤوليتنا أن نصنع التاريخ ونعدل مصار الحاضر ونبني أفاق المستقبل ونرسم خطى الأجيال ونبرز ثقافات المجتمعات ونؤثر لسفلسفات حياة الخلائق حياة الخلائق كافة ليس فقط البشر وبني أبناء بني آدم ولكن الخلائق كل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى فمن مسؤولياتنا تعديل مصار الحاضر تعديل مصار الحاضر الذي نعيش فيه الحاضر الأليم الذي نعيش فيه والتوامل والتعامل مع الواقع الأليم الذي يحيط بنا وتغيير سلوكيات الخلائق التي تشاركنا الحياة على ظهر هذا الكوكب الصغير الفاني من مسؤوليتنا أيضا قراءة آفاق المستقبل لبناء خرائط الطرق للأجيال القادمة لبناء أو لرسم خضائط الطرق للأجيال القادمة وصناعة مصارات الحياة لتبني قواعد الحاضرات والنهضات هذه مسؤوليتنا أيها الشباب وأنتم في العشرينيات من أعماركم وأنا في العشرينيات معكم وأتحداكم أتحداكم وأواجهكم بكل قوة من منا سيستطيع أن يتحدى الزمن ويتحدى الصعاب ويتحدى كل هذه المصائب والنكبات التي تحيط بالأمة العربية والأمة الإسلامية ومن مسؤوليتنا قراءة آفاق المستقبل لبناء خرائط الطرق للأجيال وصناعة مصارات الحياة لتبني قواعد الحاضرات والنهضات لا نتأثر سلبا بما يدور داخل واقعنا الأليم بل نحول آلام واقعنا إلى آفاق مستقبلنا فلا نيأس ولا نحبض ولا ننزوي ولا ننعزل نعارك الدنيا لنبنيها لكافة الخلائق لكافة الخلائق لكافة الخلائق ولا نعاركها لنهدم أسوار قصورها وأنجازاتها بأبنائها فوق رؤوسنا ومن مسؤوليتنا أيضا صناعة الماضي كيف نصنع الماضي والماضي قد ولها فات صناعة الماضي فمادي المستقبل ماضي المستقبل الذي سوف نبنيه للأجيال يعني نصنع ماضي المستقبل الذي سوف نبنيه للأجيال وأنتم صانعون هذا المستقبل وسناع هذا المستقبل وأنتم أيضا صناعة ماضي المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى فإن بنينا مستقبلا زاهرا كان ماضيه تليدا عظيما مجيدا رفيعا وطننا الخلائقية والتي تشمل كل خلق الله سبحانه وتعالى قيمنا الإنسانية عقيدتنا الوحدانية ثقافتنا التعددية فلسفتنا المسؤولية حريتنا العدالة الاجتماعية عدلنا الإخاء للبشرية حبنا العيش الكريم لمن خلقهم خالق البلية نحن الأطباء هذا تخصصنا لا نعمل لنكسب فقط بل نعمل لنكسب الصحة والحب والبقاء والدعفاء والمساكين علمنا له زكاة وعليه زكاة وقتنا عليه زكاة عمرنا فيه زكاة مالنا من حولهم مصارف الزكاة صحتنا عليها زكاة قوتنا فيها زكاة وكل زكاة ندفعها تزكي أروحنا وأوقاتنا وأمولنا وأبنائنا والأجيار التي من بعدنا فنحن الأطباء الذين نزكوا بزكاة كل شيء حولنا في هذه الحياة كيف أتى من مثلي إلى الغرب؟ أتيت إلى هنا منذ أكثر من 42 سنة 42 سنة لكي أحصل على شيء واحد فقط أحصل على شيء واحد فقط كان عندنا شعار كده للخريجين شعار للخريجين اللي هم الخمسة عين كل خريج كله الطب عايز خمسة عين العروسة والعمارة والعزبة اللي هي الضيعة والعربية والعيادة كان ده مخنى في الستينات والسبعينيات من القرن الماضي لكن حينما أتينا هنا إلى مجتمع آخر صعب الحياة فيه ثم صعب البقاء فيه ثم من المستحيل الإنجاز فيه أنجزنا 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 فضل الله سبحانه وتعالى وهذه ليست صفة لشخص واحد لكن الكثيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية اللي تنأتوا للغرب تفوقوا على الغرب في كل مجال دخلوا فيه فأنتم هؤلاء فأنتم هؤلاء فأنتم هؤلاء في وطن يصطدفكم ويرحب بكم ويرعاكم ويحنن عليكم أجمعين عتينا إلى الغرب بدون رؤية وصنعنا رؤية وصنعنا مسيرة وصنعنا مصار وبنينا مكتبعات وبنينا ثقافات وتركنا أثراً أثراً كلنا جميعاً ليس لشخص واحد فقط تركنا أثراً للجميع تتحدث عنه الأجيال الآن وفيما بعد فصنعنا بفضل الله سبحانه وتعالى ماضي المستقبل الذي نحن نرسمه للأجيال كما قلت من قبل علينا أن نستوطن الأوطان التي سوف نعيش فيها فتركيا إن كنت هذه فهي وطني إن ذهبت إلى بعد أخر فأعتبره أنه وطني أتعلم فيه كل ما يجعلني مواطن صالحاً مصلحاً لا أتخلى فيه عن ديني لا أتخلى فيه عن عقيدتي لا أتخلى فيه عن قيمي لا أتخلى فيه عن ثقمتي والفلسفة حياتي بل أجعل من ديني وعقيدتي وقيمي وأخلاقي وفلسفتي نسيجاً جديداً يقوي أنسقة المجتمع الذي أعيش فيه وأتباهى به وأتباهى به المجتمع الذي أعيش فيه فهذا ما نعمله في داخل هذه الأوطان التي ما كانت مكتوبة لنا في مخينا حينما تركنا بلادنا منذ أكثر من أربعين عاماً ولكننا الآن أضطرنا لها والحمد لله وأصبح جزء من ثقافة هذه المجتمعات هي جزء من ثقافتنا العربية والإسلامية وأخلقنا العربية والإسلامية التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها كافة الأنبياء والمرسلين وليس السياسيين المنافقين أو الإعلاميين الكاذبين أو المشايخ الأفراقين علينا أن الصوت الأوطانة تعيش فيها على أن ننظر للعالم الفسيح على أنه عالمنا نعيش في كل مكان فيه لنسعده كل من يعيشون فيه للنسعده كل من يعيشون فيه فأنتم أبناء الجيوش البيضاء كما سموكم في جائحة الكورونا أنتم أعظم أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى ليرفع العناء والبلاء والشقاء والمرض والحاجة عن الملايين 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 وعشرات الملايين ومئات الملايين والبلايين أيضا أنتم ليسوا فقط جيوشا بيضاء جيوش الرحمة والحب والود والعطف والحنان والإسعاد الإسعاد الإسعاد والإشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى والردى والبذل والصخاء فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لا تخطئوا أخطأنا أخطأنا كثير لكن أمامكم مسيرة مسيرة في العلم في كل أنواع العلوم في الغرب وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب وأنجز آباءكم وأجددكم الذين خرجوا لأي سبب من أسباب الخروج من أوطنهم في خلال القرن الماضي وأنجزوا وأوجزوا وأبدعوا وتركوا إرثا عظيما فلا تتأثروا بهذه الفرقة وهذه الصراعات وهذه الخلافات التي فردت على أمة هي خير أمة وخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعبد الله هذه الأمة الخالدة التي خلدها الله سبحانه وتعالى بقرآن 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 يطلى ويحفظ بين صدور أبنائه ولا يغيب ولن تغيب شمس القرآن عن الحياة فالقرآن ما زال باقيا بقاء الظهر فهو كتاب الله المعجز والذي يحفظه إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له نحفظ الله سبحانه وتعالى الذي الذي تولى بحفظه فلذلك وأنتم في تركيا بين إخوانكم وأحباكم وأخواتكم هنيئا لكم بما تستطيعون أن تحصلونه من علم وهنيئا لنا بما ستنجزونه الآن وغدا وفي المستقبل للأجيال وأشكركم جميعا على أنكم سمحتم لمن هو على شاكلتي أن يتحدث أليكم في هذا الجمع الغفير المحترم إن شاء الله وأنا كل أمال فيكم ولكن أشير إليكم بإسباعي هذا أو بإسباعي هذا إنني أتحداكم كي تصنعوا المعجزات كي تصنعوا المعجزات وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وكتب ودار أرضا منكم إلا بإعجاز معزز يراه العالم كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته